موسيقى موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان وموعدنا اليوم مع شخصية جديدة من علماء أمتنا العظام الكبار نهى شخصية الإمام المحدث المشهور ابن ماجة صاحب سنن ابن ماجة الذي هو رابع كتب السنن طبعا من يعرفون كتب السنن يعرفون سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة فحديثنا اليوم مع ابن ماجة وهو سادس الكتب الستة لأنه إذا أضفنا البخاري ومسلم صار لدينا ستة كتب فعادة ما يتحدث المختصون بعلم الحديث عن الكتب الستة البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجة الإمام الماجة برغم تردد اسمه كثيرا بين الناس إلا أن كثيرا من الناس في الواقع لا يعرفون عنه شيئا فوجدت أنها فرصة لنتعرف فيها على هذا الإمام الكبير وعلى كتابه وعلى أمور تتعلق بعلم الحديث وتاريخ العلم في حضارتنا الإسلامية العظيمة وذلك في ذكرى وفاته التي توافق يومنا هذا الثاني والعشرين من رمضان لأنه توفي في اتنين وعشرين رمضان سنة متين تلاتة وسبعين للهجرة النبوية المبارك الإمام ابن ماجة هو أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجة القزويني اسمه محمد ابن يزيد كنيته أبو عبد الله وهو من قزوين هو ولد في عام 209 209 هجرية يعني ولد في عصر الخليفة المأمون طبعا الخليفة المأمون يعني عصره هو بقية العصر الذهبي للدولة الإسلامية فالدولة الإسلامية والعصر القوة للدولة العباسية فسنجد الإمام ابن ماجة عصر المأمون ومن بعده المعتصم وذكرنا لو تتذكرون في حلقات سابقة المعتصم في يوم ستة رمضان وفتحه لعمورية وكيف كانت دولة العباسية في وقته دولة قوية فالإمام ابن ماجة عصر المأمون وعصر المعتصم وعصر الوافق من بعده وعصر المتوكل وهؤلاء الخلفاء هم بقية الخلفاء العباسيين الأقوية وهذا العصر كان عصر انتشار العلم وازدهاره هذا العصر معروف عصر انتشار العلم وازدهاره ولس يعني كل من له ثقافة في التاريخ يعرف أن عصر المأمون كان عصرا ذهبيا زاهرا طيب هذا لو نظرنا من جهة يعني التاريخ السياسي أنه كان ولد في عصر قوة الدولة الإسلامية من جهة التاريخ العلمي لو نظرنا إلى حياة الإمام ابن ماجة سنرى أنه كان أيضا في عصر الآئمة المحدثين الكبار يعني هو معاصر للإمام البخاري فهو أدرك من حياة الإمام البخاري حوالي خمسين سنة وبقية الآئمة المشاهير الإمام مسلم وأبو داود والترميذي والنسائي هم أقرانه يعني ابن ماجة هو أصغر من الإمام مسلم بثلاث سنوات لأن الإمام مسلم ولد في 206 للهجرة ابن ماجة ولد في 209 وهو ابن ماجة عاش بعد الإمام مسلم عشر سنوات أخرى لأن الإمام مسلم الحقيقة توفي مبكرا فهو توفي وهو في الرابعة والخمسين أو الخامزة والخمسين من عمري هو توفي سنة 261 للهجرة والإمام ابن ماجة أصغر من الإمام أبي داود بسبع سنوات ومات قبله بعامين والإمام الترمذي ولد في نفس العام اللي هو 209 لكن الإمام الترمذي عاش بعد ابن ماجة ست سنوات أخرى لأنه ابن الترمذي توفي في 279 والإمام النسائي نسبة إلى بلد نسا هو أصغرهم فسنجد أنه أصغر من ابن ماجة بستة أعوام وتوفي بعده بثلاثين سنة كلمة ماجة الغالب والأشخر والأرجح عند المؤرخين أنها لقب أبيه فأبوه الذي هو يزيد نقول أنه هو أبو عبد الله محمد بن يزيد يزيد هذا لقب بماجة بعض المؤرخين يذكرون أن هذا اسم أمه رضي الله عن الجميع وأنه من الأئمة الذين ينسبون إلى أمهاتهم طبعا هذا موجود في بعض العلماء يعني من أشهر العلماء الذين ينتسبون إلى أمهاتهم أو جداتهم ابن تيمية يعني العائلة العلمية الكبيرة التي هي تيمية هذه تيمية هي اسمه امرأة هي جدة هي جدة هذه العائلة فنسبت إليها يقال ابن تيمية ومن رواة الحديث المشهورين إسماعيل بن علية وعلي هذه هي أمه ومن رواة الحديث المشهورين أيضا ابن لهيعة ولهيعة وهذه هي أمه أيضا فليس مستغربا أن ينسب الرجل إلى أمه في تاريخنا الحضاري فيعني ما جاء سواء كان لقب أبيه أم اسم أمه قلنا الأشهر والأرجح أنه لقب أبيه ولكن ليس مستغربا أن ينسب الرجل في حضارتنا إلى أمه أحيانا على عادة علمائنا في طلب العلم والارتحال للعلم وطبعا لا سيما في ذلك العصر الزاهر الناظر الذي كان يفور بالعلوم وطبعا منه علم الحديث هذا عصر التدوين الكبير في علم الحديث فبدأ الإمام ابن ماجه رحلته في طلب العلم وهو في الثانية والعشرين من عمره وهذا طبعا بعد أن انتهى من علم شيوخ بلده قزوين قزوين الآن في إيران قريبة من بحر قزوين البحر المشهور فرحل وطاف كثيرا من البلاد لجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذه البلاد التي رحل إليها رحل إلى الحجاز مكة والمدينة ورحل إلى العراق فزار بغداد والكوفة والبصرة ورحل إلى مصر والشام والري وخراسان يعني كل هذه البلاد رحل إليها واستمرت هذه الرحلة خمسة عشر عاما فمن أشهر شيوخه في هذه الرحلة الذين سمع منهم وروا عنهم راوي الحديث المشهور الإمام التنافسي علي بن محمد التنافسي وكذلك روا عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الكبير مصنف بن أبي شيبة وهذا المصنف طبع في السنوات الأخيرة ثلاث طبعات وكتاب ضخم كبير وابن أبي شيبة إمام علم كبير مشهور وروا أيضا عن عثمان بن أبي شيبة وروا عن مصعب الزبيري ومصعب الزبيري هذا هو النسابة الكبير صاحب كتاب نسب قريش طبعا هو نسابة ومؤرخ فأيضا هذا كان من شيوخ الإمام ابن ماجة وأدرك ابن ماجة أصحاب الإمام مالك فقه أهل المدينة المعروف حين رحل المدينة روا عن أصحاب مالك وحين رحل إلى مصر روا عن أصحاب الليث بن سعد الليث بن سعد أيضا فقيه أهل مصر والذي كان الشافعي يجله ويقدمه أحيانا على مالك ولكن لم يكن له تلاميذ يقومون بمذهبه كما قام تلاميذ مالك بمذهبه وممن روى عنهم كذلك هشام بن عمار وهو من أشهر رجال دمشق وهو كان خطيبة الجامع الأموي في دمشق ومن أهم رواة الحديث وروى عنه البخاري طبعا يعني من يعالج صحيح البخاري يعرف روايته عن هشام بن عمار فخمسة عشر عاما في قضاها في هذه الرحلة ثم عاد بعدها إلى قزوين وتفرغ للتصنيف والتدريس إلى أن توفي فيها وهو في الرابعة والسبعين من عمره الإمام بن ماجا اشتهر بثلاثة علوم الحديث وهذا هو أشهر العلوم التي اشتهر بها والتفسير وله كتاب فيه رآه الإمام بن كثير وقال عنه تفسير حافل وله كذلك كتاب في التاريخ أرخ فيه منذ زمن الصحابة حتى زمنه هو يعني حوالي 300 سنة تقريبا وبعض الباحثين يقول أن هذا الكتاب مفقود وبعضهم يقول ما زال مخطوطا الحقيقة لم تقع لي معلومة مؤكدة في هذا الموضوع لكن ما نقرأه من تقييم المؤرخين لهذا الكتاب يقولون أنه كان كتابا كبيرا ولذلك لأن ابن ماجا الآن ثلاثة علوم محدث ومؤرخ ومفسر ولذلك كان يقال له محدث قزوين ومفسرها لكن الكتابان كتابوه في التاريخ وكتابوه في التفسير مفقود مفقودان ولم يبق إذن إلا هذا الكتاب الأشخر الذي سار في الدنيا شرقا وغربا وهو كتاب السنن المعروف باسم سنن ابن ماجا طبعا هذا الكتاب كعادة كتاب السنن أرتبه الإمام ابن ماجا على أبواب الفقه ومن استقرأ منهجه يرى أنه جمع الأحاديث التي تنهض للاحتجاج بها في مسائل الأحكام بالسنة والإنكار على أهل البدع وذكر أحاديث في فضائل الصحابة وفي فضائل العلم والعلماء وهذا الكتاب اهتم كثير من العلماء بشرحه وطبعا منهم إمام السيندي كتب كتابه كفاية الحاجة في شرح ابن ماجا وهو حشية مختصرة ومغلطاي كتب كتاب الإعلام بسنته عليه السلام وهو شرح لسنن ابن ماجا ولكنه لم يكمله وكذلك الإمام بن الملقن الإمام بن الملقن وهو شيخ المحدثين الكبيرين ابن حجر وبدر الدين العيني وصاحب التوضيح شرح الجامع الصحيح شرح زوائد ابن ماجا يعني الزوائد أي الأحاديث التي زادها ابن ماجا على بقية كتب السنن يعني الأحاديث التي انفرض بها ابن ماجا على كتب السنن شرحها ابن الملقن في كتاب سماه ما تمس إليه الحاجة على سنن ابن ماجا ويعني كان عمله فيها أن يضبط المشكل من الأسماء والكنة وكذلك السيوطي كتب كتابه مصبح الزجاجة على سنن ابن ماجا والكشناوي كتب الكواكب الوهاجة في شرح سنن ابن ماجا وغالب هذه الأحاديث يعني أشبه بيئة تعليقات والتوضيحات أو ضبط بعض المسائل حتى جاء شيخنا الشيخ الفاضل المحدث المصري الشيخ الدكتور صفاء الضوي العدوي وكتب شرحا رائقا ماتعا سماه إهداء الديباجة بشرح سنن ابن ماجا فسد بهذا الشرح يعني ثغرة في شروح كتب السنة الستة في علم الحديث هناك شروح مفقودة في الحقيقة كثير من الشروح المفقودة لابن ماجا مما نعرفها منها شرح ابن النعمة الأندلسي وهذا من علماء القرن السادس وشرح ابن عمار وهذا من علماء القرن التاسع وهناك أيضا شروح هندية كثيرة يعني لا أطيل عليكم بها وعلى كل حال الشروح التي رأيتها على الأقل ليعتبر شرح شيخنا الشيخ صفاء الضوي العدوي هو من أمتعها وأوفاها نواصل رحلتنا مع الإمام بن ماجا بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكرت لكم قبل الفاصل الشروح المتعددة لسنن الإمام بن ماجا وأنا أتذكر أنه طبعا الدكتور بدر العماش وهذا الرجل حقق كتاب ختم سنن الحافظ بن ماجا للشيخ عبد الله بن سالم البصري فهذا الدكتور الدكتور بدر تتبع شروح سنن بن ماجا فبلغت عشرين شرحا وحاشية وتعليقا هنا نجد سبحان الله أن هذا الكتاب الوحيد الذي بقي من تراث الإمام هو سبب شهرته وفضله وقد أثنى عليه جمهرة من علماء الحديث والفقه والرجال يعني أبو يعلى الخليلي وهو مؤرخ قزوين صاحب كتاب رجال قزوين كان يقول عن ابن ماجا ثقة كبير متفق عليه محتج به له معرفة بالحديث والحفظ وطبعا الإمام الزهبي أفرده بترجمات في كتبه المتعددة وقال في وصفه الحافظ الكبير الحجة المفسر ابن خلكان في وفيات الأعيان قال عن ابن ماجا الحافظ المشهور كان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتصل به الإمام المزي المحدث المشهور أيضا صاحب كتاب تهذيب الكمال قال صاحب كتب السنن يتكلم عن ابن ماجا ذو التصانيف النافعة والرحلة الواسعة وقال ابن الأثير أيضا كتابه كتاب مفيد قوي نفعي في الفقه ابن كثير يقول عنه صاحب السنن المشهورة وهي دالة على علمه وعمله وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة النبوية في الأصول والفروع ونجد كلمة جميلة للشيخ العلامة جمال الدين القاسمي علامة الشام الكبير يكان يقول لعمري إن كتاب ابن ماجا من نظر فيه علم منزلة الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار مع ذلك المهم هذه الكلمة التي قالها جمال الدين القاسمي تفتح لنا منوضوعا هو لماذا يعني العلماء يعدون كتب السنن لابن ماجا هو أدنى كتب الكتب الستة منزلة طب أولا من الذي عده من كتب السنة الستة يعني من الذي قال بأن هذا هو الكتاب السادس أول من فعل ذلك هو الحافظ محمد بن طاهر المقدسي وهذا الرجل كان ألف كتابا عن شروط أئمة الحديث وألف فهرسا للأحاديث النبوية يعني تعرفون العلماء لكي يجمعوا الأحاديث تفننوا في مسألة معرفة الرجال ومعرفة الأحاديث فهذا الرجل اختار كتاب ابن ماجا فجعله سادس الأئمة فحين كتب كتابه شروط الأئمة الستة جعل ابن ماجا من الأئمة الستة وجعل الأحاديث يعني حين كان يكتب فهرسا للأحاديث في كتابه أطراف الكتب الستة جعل أحاديث ابن ماجا داخلة في فهرسه هذا وجاء من بعده تبعاه في هذا الإمام عبدالغني المقدسي صاحب كتاب الكمال في أسماء الرجال وهو يعتبر أول كتاب واسع ضخم في أسماء الرجال يعني أسماء الرجال الحديث فهو حاول أن يجعل فهرسا لكتب الرجال لكل الرجال الذين كانوا في رواة الحديث يحدد كل رجل ومرتبته من الجرح والتعديل وماذا سمع ومين من سمع ومن الذي سمع منه وهكذا فهذا عبدالغني المقدسي أدخل رجال ابن ماجا في كتابه هذا وفي الواقع تلقت الأمة هذا العمل بالقبول لكن تكلم بعض العلماء في أنه غير كتاب ابن ماجا السنن كان أولى بالدخول منه في هذه الكتب وأشارهم طبعا علماء المغرب طبعا قالوا بأن كتاب الموطأ للإمام مالك كان أولى وبعض الناس قالوا أن مسند الداريمي أحاديثه أقوى وأصح من أحاديث ابن ماجا وابن ماجا نفسه يقول عرط هذا الكتاب على أبي زرعة وأبي زرعة وأبي زرعة هذا الحافظ الكبير المعروف طبعا الذي قال فيه النووي كان أحفظ أهل عصره باتفاق وكان الإمام أحمد يقول حفظ هذا الفتى 600 ألف حديث يقول ابن ماجا أنه أنا لما عرضت هذا الكتاب على أبي زرعة الرازي نظر فيه وقال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو أكثرها يعني من إقبالهم عليها ثم إقبالهم على الكتاب ثم قال لعل لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثا مما في إسناده ضعف الزهبي لم يرضه هذا الكلام وقال يعني إنه ما كان أبا زرعة أمعنى النظر في السنن وإلا ففيه أكثر من ذلك بكثير يعني من الأحاديث الضعيفة إلا أن يكون أبو زرعة أراد الأحاديث الساقطة تماما فهو كما قال هو فعلا يعني كامو ثلاثين حديث لكن وجهة نظر العلماء الذين فضلوا كتاب سنن ابن ماجا تتلخص في أن كتاب سنن ابن ماجا مكتوب على طريقة المحدثين وعلى أنه اعتنى بالحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في كتابته أقرب ما يكون إلى طريقة الإمام مسلم في كتابه وكذلك في غزارة الموضوعات وتنوعها وفي حسن التبويب والتقسيم وفي كثرة الزوائد على الكتب الخمسة يعني فيه أحاديث كثيرة زائدة عن الكتب الخمسة وهذا كله جعل هذا الكتاب مقدما عند المحدثين على موطأ الإمام مالك الذي هو أقرب إلى طريقة الفقهاء وجمع إلى جانب الحديث أقوال الصحابة والتابعين وأقضية الأمراء أيضا فهذا يفسر ما قاله ابن حجر عن سنن ابن ماجا من أنه جامع جيد كثير الأبواب والغرائب وفيه أحاديث ضعيفة جدا حتى أن الإمام المزي قال كل من فرد به ابن ماجا يعني عن الكتب الخمسة فهو ضعيف لكن ابن حجر قال يعني ليس الأمر على إطلاقه ابن حجر يقول أنه استقرأ هو الكتاب ويقول أنه فيه فعلا أحاديث كثيرة منكرة لكن يحمل كلام المزي على الرجال يعني الرجال الذين انفرد ابن ماجا بالرواية عنهم ممن ليسوا في الصحيحين هؤلاء يصدق عليهم كلام المزي لكن توجد عند ابن ماجا من الأحاديث الصحيحة والحسان من فرد به عن هذه الخمسة يعني كتب الخمسة وضرب لذلك أمثلة وانا يعني سألت الشيخ صفاء الضوي العدوي حفظه الله يعني في مسألة منهج ابن ماجا في كتابه فقال أنه استقرأ صنيع ابن ماجا في كتابه وأنه يستخدم فيه الأحاديث يعني يرتب الأحاديث داخل الأبواب ترتيبا يدل على أنه كان يرتبها من الأصح والأقوى إلى الأقل فالصحيح أولا ثم الحسن وهكذا وبالتالي قد يعلق على ابن ماجا يعني طبعا ابن ماجا كان يعلق على الحديث أحيانا تعليقا له أو لبعض العلماء الذين روى عنهم لكن القصد هنا أنه هذه الطريقة من ابن ماجا يفهم منها أنه روى بعض الأحاديث لتقوية الأحاديث الصحيح الذهبي كان يقول أن ابن ماجا كان حافظا صادقا واسع العلم وإنما غض من رتبة سننه ما في كتابه من المناكير وقليل من الموضوعات وطبعا فيما بعد الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله يعني طبعا حقق سنن ابن ماجا ورقم أحاديثه وصنع له فهرسا هذا الرجل يقول طبعا وأضاف عليه حواشي أيضا يعني مسألة توضيح المعنى أو إعراب كلمة أو تعليق مفيد هذه أيضا من عناية محمد فؤاد عبد الباقي لكن الذي يهمون هنا أن محمد فؤاد عبد الباقي صنع إحصاء لما تكلم فيه العلماء فيقول تتبعت أحاديث ابن ماجا فوجدتها بترقيمي هو أربعة تلاف تلتمية واحد واربعين حديث ابن ماجا انفرد عن الكتب الخمسة بألف تلتمية تسعة وتلاتين حديثا منها أربعمية تمانية وعشرين حديث صحيح ومية تسعة وتسعين حديث حسن وستمية وتلتاشر حديث ضعيف وتسعة وتسعين حديث منكر وهذا يعني هذا الإحصاء من محمد فؤاد عبد الباقي يعني قريب من تقدير الإمام الذهبي ومصدق لكلام الحافظ ابن حجر ولو طبعا الشيخ الألباني كتب صحيح وضعيف ابن ماجا فالأحاديث الضعيفة التي أخرجها تسعمائة حديث من الكتب الضعيفة على كل حال ذكرت لكم أن هذا الضعيف الذي ساقه من الأحاديث إنما كان أو يعني يمكن أن يفهم في مسألة المتابعات والشواهد أو تقوية ما في الباب من الأصول ويعني هذه أمور يكفينا فيها هذا في يعني الأمور المتخصصة في علم الحديث يكفينا فيها هذا مما يمكن أن يقال في البرنامج العام الذي هو لعموم الناس بقي أمران أحب أن أشير إليهما في ختم هذه الحلقة الأمر الأول أن ابن ماجا من قزوين وقزوين الآن في إيران وهؤلاء الأسماء الشهيرة التي تسمعنا في علم الحديث مسلم وابن ماجا والحاكم وأبو حاتم وابنه بن أبي حاتم أبو زرع الرازي ابن خزيمة المنصوبين الأصفهان أبو نعيم الأصفهاني كل هؤلاء خرجوا من هذه المنطقة وكلهم كانوا من أهل السنة بل من آئمة أهل السنة والأمر الثاني أن حضارتنا الإسلامية لم تنغلق ولم تتأفف من غير العرب بل غير العرب بلغوا في سماء العلم أن كانوا من أبرز العلماء فإثنين من أئمة المذاهب الإسلامية ليسوا من أصول العربية أبو حنيفة ومالك ليسوا من الأصول العربية طبعا الشافعي وأحمد عرب أحمد من بني الشيبان والشافعي من بني هاشم أئمة الحديث كذلك البخاري ومسلم والترمزي والنسائي وأبو داود كلهم لم يكونوا من العرب ومن الحكايات الشهيرة في هذا ما يروى عن هشام بن عبد الملك طبعا أنا أعرف أن بعض الناس يعني بعض المحققين يرفضون هذه الحكاية من جهة السند لكن يعني تفاصيل علمية لكن هذه الحكاية تعبر عن واقع يعني تقول أن هشام بن عبد الملك سأل عن أئمة الأمصار ففوجأ بهم أنهم من الموالي ليسوا من العرب الموالي يعني القبائل العربية فسأل عن من إمام أهل مكة قالوا عطاء بن رباح من إمام البصرة محمد بن سيرين الحسن البصري طبعا يسأل في كل هذا من العرب والموالي من الموالي من إمام كذا من إمام كذا من إمام كذا فوجدهم من العرب قال والله لا يسودن الموالي على العرب فقال له قائله إنه دين وإن الله فمن رفعه ارتفع ومن سقط عنه سقط فلم تستنكف حضارتنا الإسلامية من أن يصطع في سمائها نجوم من غير العرب هذه كانت رحلتنا السريعة مع الإمام الكبير الحافظ بن ماجة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة